أفدت وسائل إعلام روسية بأن رئيس الحكومة الروسية ميخايل ميشوستين أعلن إصابته بفيروس كورونا وأبلغ رئيس الوزراء الرئيس فلاديمير بوتين بتعليق عمله من أجل الخضوع للعزل الصحي بعد إصابته بالفيروس وقد تم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا يأتي ذلك فيما تشهد روسيا ارتفاعا في عداد الإصابات بالوباء بعد تسجيلها أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من مئة وستة آلاف حالة كما سجلت مئة وفات حتى الآن أو عفوا مئة وفات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية معنا من موسكو مراسلنا رائد جوبر نتوقع أن رئيس الوزراء أبلغ الرئيس بوتين بشكل غير مباشر ليس وجه يوجه بإصابته بكورونا لكن كيف سيؤثر هذا على العمل وهل سيغير شيء من المشهد ولو نفسيا في روسيا تجاه محاربة هذا الفيروس؟ نعم بالفعل يوسف وتم الإبلاغ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة جرت العادة خلال الشهر الأخير أن كل اللقاءات التي تجري بين الرئيس ورئيس الوزراء وطاقم الحكومة كله تجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وهذا بالمناسبة واحد من الأسئلة الأساسية المطروحة من أين جاء الفيروس من الأشخاص الذين خلطوا من رئيس الوزراء خلال الفترة الأخيرة وغير بالإضافة إلى اللقاءات الحكومية الرسمية التي كانت تجري عبر دائرة تلفزيونية مغلقة هل كان هناك لقاءات مع الرئيس الروسي بشكل مباشر أو مع وزراء آخرين هذه أسئلة حتى الآن لا يوجد أجوبة عليها لم تتضح الصورة بعد لكن في كل الأحوال لا يبدو أنه سيكون هناك تغيير كبير تم تعيين نائب مشوستين وهو أندريب الأوصف قائم بأعمال الحكومة هذا أندريب الأوصف هو الشخص المسؤول عن السياسة الاقتصادية في البلاد ويمسك ملف الاقتصادي في الحكومة والآن كل التركيز يجري في هذا الاتجاه يعني يتم تركيز الحكومة على تداعيات الاقتصادية وآليات التعامل معها في ضوء قرارات العزل والإجراءات التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا لذلك لا يبدو أنه سيكون هناك تغيير كبير على العمل الحكومي إنما هذا مؤشر إضافي إلى حجم ودرجة اتساع انتشار الفيروس في روسيا أنه الآن يعني بعد كان نوصل إلى الجيش أعلن قبل يومين وصوله إلى الجيش وأنه هناك آلاف الأشخاص مصابين في الجيش مؤسسات أخرى الآن إلى رئاسة الحكومة نحن نتحدث عن يعني مرحلة هي الأصعب كما وصفها بالفعل الرئيس بالذي مربوطين قبل يومين ويكفي أن نقول يوسف أنه منذ بداية الشهر حتى الآن يعني كان هناك ثلاثة آلاف وخمسمائة حالة في بداية أبريل في نهاية أبريل اليوم نحن أمام مئة وستة آلاف حالة هذا يعني هذا هو المشهد الآن في روسيا لكن لا أعتقد أنه هذه الإصابة ستؤثر بشكل مباشر على عمل الحكومة طيب شكرا جزيلا لمراسلنا من موسكو رائد جبر